ويحدثونك عن الأزمة في العراق حلوة هاي العبارة ليش احنا شوكت ما عدنا أزمة بيا شهر يا يوم قل لي بيا سنة ما شاء الله احنا اذا ما عدنا أزمة يصير عدنا قلق ليش ما عدنا أزمة والسبب انه هذا الواقع السياسي ولد مأزوما وظل مأزوما ويتحرك بالأزمات الآن الذي نحذر منه وكما كنت قد قلت في مقدمة ليلة أمس سووا أزمات ولازم تصير أزمات واذا ماكوا أزمات تصنعون أزمات بياناتكم واغلب أزماتكم شلون تستحوذون على هذا العقد وشلون تستحوذون على هذه الوزارة وشلون تبقون هاي الفلوس وشلون تتقاسبون هاي الفلوس هاي حفظناها مثل النشيد لكن الذي لا نقبله ولن نتعامل به ولن نحترمه عندما تكون أزماتكم على حساب دم الناس هذا لن يقبل وسيأتي يوما يرتد عليكم وبالا لكن الأزمة الأخيرة في كاركوك هي ليست كل الأزمات ويجب أن يحسب لها ألف حساب والذي أخاطبه هنا هم الناس الشعب الذي أرجوه مخلصا في الأزمات المصيرية أن لا ننتمي قويا أو عرقيا أو أثنيا أو مذهبيا أو جغرافيا الارتباط يجب أن يكون وفقا للهوية الوطنية العراقية لأن كل الهويات التي كنت قد ذكرتها ما احتراماتي لها ستسقط أمام الهوية الوطنية لا أتشرف أن أكون كرديا قوميا على حساب الهوية الوطنية ولن أتشرف أن أكون شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو كركوكيا مثل ما يقول السيد أو ذيقاريا على حساب جغرافيا العراق إذا كنتم تريدون أن تعرفوا لماذا هذه الأزمات أسأل الذين يقودون هذا البلد ليش أكو أزمة في كركوك ليش ماذا كتبتم في دستوركم المبجل عن المناطق المتنازعة عليها ماذا قلتم عندما جعلتم المحاصصة عرفا سياسيا بماذا اتفقتم بالاتفاقات الحكومية بالاتفاق لتشكيل الحكومة بماذا أزمتم أنفسكم لنكون بعدها طوائف وقوميات هذا أولا الشيء الثاني السياسيون الذين يملكون خطابا مرتجفا مرة يتحول إلى خطاب قوي على حساب ووحدة الشعب ومرة يتحول إلى خطاب مذهبي وعقادي على حساب وحدة الدم والدين ما تعبتوا ما مليتوا ما استحيتوا من أنفسكم مكافي صارت هذه الخطابات سمجة صدقوني لا يحترمها الكردي ولا العربي ولا السني ولا الشيعي ولا المسيحي كل من يقول لك أنا أدافع عن مظلومية الشياء فهو كاذب لأنه ماذا خذ الشياء وكل من يقول لك أنا أدافع عن مظلومية الكرد وشو شباخدين الكرد والسنة شباخدين أنتوا اللي شلتوا السكالة والرقيم